اهلا بكم هل تعلموا أن المعدة تعودت طيلة شهر رمضان على النوم؟ بنفهوم علمي تعود الجهاز الهضمي على النمط الغذائي رمضاني القائم على الراحة لأكثر من 15 ساعة فكيف يتم الانتقال من نظام الراحة الذي تعودت عليه المعدة إلى نظام العمل الطبيعي الدائم بعد شهر من الصيام من بين الأخطاء الشائعة التي تنتشر خلال أيام العيد الإسراف في تناول الحلويات سلوك قد يشكل خطراً على صحتنا فالإفراط في تناول الحلويات قد يسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم والجميع يعلم أن الحلويات الجزائرية كالمقروط والشاراك والعريش مشبعة بالسكر والعسل والطلاء المحلة والتناول المفرط لها قد يتسبب في مضاعفات صحية خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة من العادات الجزائرية خلال أيام العيد تحضير الأطباق التقليدية التي تسبب عسر الهضم كالكوسكس، البركوكس، الشخشوخة والرشتة وغيرها من الأطباق التقيلة على المعدة ينصح المختصون بالابتعاد عنها قدر الإمكان ولو أقبلنا عليها فليكن ذلك دون إفراط عكس ذلك قد يهمل العديد تناول الوجبات ويكتفون بتناول بعض الحلويات يحتاج جسم الإنسان إلى 1200 إلى 2500 سعر حرارية حسب وزن الجسم والنشاط البدني وينبغي الحصول على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم من فطور الصباح، الغذاء والعشاء تماماً مثلما يتم تهيئة المعدة عند الإفطار بتناول الحساء ثم الطبق الرئيس بعد شهر الصيام يتم تهيئة المعدة على النظام الغذائي الجديد بصفة تدريجية للحفاظ على المعدة والأمعاء خلال هذه الفترة الانتقالية إعادة تنظيم مواعيد الطعام تبدأ بفطور الصباح كإنذار للجسم للعودة إلى النظام الغذائي الطبيعي فيعود الجسم لإفراز الهصارات الهضمة بشكل طبيعي في وجبة الغذاء يجب تفادي الدهون واللحوم الحمراء والمقالي والعجائن ويفضل تناول الصلطة وجبة غذائية خفيفة تحتوي على عناصر غذائية متوازنة والأطعمة الغنية بالألياف لضمان المرور الصحي للأغذية بالجهاز الهضمي دون حدوث عسر في الهضم تعودنا خلال شهر رمضان على العطش لهذا يجب أن لا نخفل عن شرب الكميات اللازمة من الماء خاصة في فصل الصيف أن يجب أن نتناول من لترين إلى ثلاث لترات من الماء يوميا يجب شرب الماء والعصائر الطبيعية وتجنب المشروبات الغازية احرصوا على التقليل قدر الإمكان من تناول حلويات العيد وعدم إجهاد المعدة بتناول حلويات تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات ينصح المختصون بتناول الوجبات الرئيسية خلال أيام العيد في أوقات قريبة من أوقات الصحور والفطور حتى لا يشعر الجسم بالتغيير المفاجئ في مواعيد تناول الطعام من بين أكبر الفوائد التي يخرج بها العديد من شهر الصيام التقليل من التدخين لذا يجب المواصلة خلال أولى الأيام التي تلي شهر رمضان على هذا الدرب فرمضان هو فرصتك للإقلاع عن التدخين أو التقليل منه أكدت نتائج دراسة أجريت في 2015 برئاسة الباحث القطري سرياني إسماعيل أن محاولات الإقلاع عن التدخين تحقق أعلى مستويات النجاح خلال شهر رمضان لا تقتلوا فرحة العيد بالتناول المفرط للحلويات والسكريات ولا تجهدوا الجهاز الهضمي بكميات كبيرة من الأكل بل يجب الانتقال إلى النظام الغذائي الطبيعي تدريجيا ولما لا الإبقاء على العداد الصحية السليمة للأكل المكتسبة من شهر رمضان سحاعدكم وتبقى صحتكم بخير اشتركوا في القناة